أنا أطلقت على الجيل القديم من الأيرباس وتدرجت مع الجيل الحديث في فرق كبير لما نقارن الجيل القديم والجيل الحديث خلنا نتكلم فقط عن الجيل الحديث عشان نقارن أيضا في الجيل الحديث من البوينغ بكل بساطة تبسط الأمور تبتشوفها فنيا البوينغ ماشي على أساسيات البساطة يبيه السمبليسيتي يبي يعطي الطيار من آخر المربوط ما يبيك أنت تفكر في الأشياء الثنية وايد ما بيك تفكر في مواضيع تلهيكة عن الطيران هذا الكنسيبت ما لهم مهم بينما أيرباس يقدم لك تكنولوجيا جديدة الهدف منها أن يسهل عليك حياتك فبالتالي يومك في الرحلة خلال الرحلة يكون أسهل عليك استخدام التكنولوجيا المفردها أيرباس اللي البوينغ تعتقد أنه لو توفرها أيضا لك رح يصير الشغل زايد عليك فبالتالي تعود على الطيار أما إحنا شخصيا في الطيارة نشوف أن الطريقة اللي اتبعتها بوينغ تسهل علينا فنيا وكمل معلومات اللي إحنا نحتاجة نعرفها الطريقة اللي سوتها أيرباس تسهل علينا حياتنا فعلا في الطيارة ولكن كم المعلمات اللي مطلوب مننا أننا نعرفها أيضا هائل فبالتالي أنت بين أنك أنت تختار تروح مع كم معلمات البسيط القليل ولا كم معلمات الكثير بالمقابل حياتك رح تصير أسهل في الطيران في الأيرباس كطيار يومي وحياتك شوية تكون نوعا ما أصعب في البوينغ كطيار يومي شنو تفضل يرجع هذا على اختيار الشخص في ناس يحبون البوينغ في ناس يحبون الأيرباس أنا بالنسبة حقي أعتقد أنه في طيارنا اليومي السهولة في الأيرباس أكثر أما لما تديش تديش في مشاكل المالفونكشن المشاكل الفنية في الطيارة يصير في البوينغ أسهل تعال معنا الفرق بالنسبة حق داخلية الطيارة كبينة قيادة بين البوينغ وبين الأيرباس أول ما ديش رح تشوف أنه اللون غير البوينغ يستخدمون اللون البيج أو البني الأيرباس يستخدمون اللون الرمادي أو الأزرق شوية كل واحد يعتقد أنه اللونه طبعا أبضل من الثاني أنا بالنسبة حقي تعوت على اثنين أشوف يمكن البني اللي في البوينغ شوية أريح خاصة أما تكون على رحلات الطويلة تبي اللون شوية يكون مريح داخل كبينة القيادة فاللون يفرق الشيء الثاني اللي على طول رح تلاحظه أنه في البوينغ فيه مقود قيادة الأيرباس ما رح تلاقي وايد الركاب ديشون معاي يقولون أنتو شوون قاعد طيرون شوون الطريقة اللي كادي تفسقون فيها الطيارة فبعدين لازم نوري أنه فيه سايد ستيك على جنب هو طريقة التحكم فيه أشياء ثانية تختلف مثلا الأزرار لو دش الأيرباس رح تشوف أنه كم الأزرار الموجود وايد أكثر من كم الأزرار الموجود في البوينغ حجمهم أيضا أصغر من الأزرار اللي في البوينغ طبعا هذا أيضا يعود على نسبة التكنولوجيا والأشياء المستخدمة في الأيرباس الزايدة هذه تتبعها طبعا أزرار زيادة أما البساطة اللي في البوينغ رح يأطيك بساطة في الأزرار بعض الأشكال تشوفها تختلف مثلا اللاندين جير ليفر اللي هو المقود حق اللاندين جير يختلف شوية شكله السبيد برايك مثلا اللي هو المكابح الهوائية في الطيارة رح تختلف شكلها في الأيرباس كل شيء يمسوينا كأنك فيه سيارة سبورت تحس أنك أنت قاعد نازل وكل شيء جابت قدامك وكل شيء قريب يمك والمعدات شكلها شوية أنيق وذرب أما في البوينغ لا تحس كأنك فيه السيارة جيبة كأنك فيه رينج روفر قاعد فوق يعني شوية ما زي باجي السيارات فتحس أنك قاعد فوق وكل شيء رفيع وكل شيء كبير الأساس تتحكم فيه في الطيارة وطيرانها يعني من خلال المقود فتحس الأشياء شوية مختلفة فهذه بعض الأخترافات بين البوينغ والأيرباس